امبارح فرنسا عملت ماتش تاريخي عظيم امام انجلترا وبالتالي استحقت الفوز كمان نرجع مرة تانية ونقول ان المغرب كان حقيقي يستحق الفوز المغرب لعب ماتش عالي ومحترم وقوي جدا امام البرتغال وعمل ارقام حقيقي برضو تستحق التأمل اول فريق عربي افريقي يصل لنصف نهائي المونديال تالت منتخب من خارج امريكا الجنوبية واوروبا بعد تعب عن منتخب امريكا في 1930 وكوريا الجنوبية سنة 2002 اول فريق عربي وافريقي سيخوت سبع مباريات في نسخة واحدة من المونديال اقوى خط دفاع في المونديال ما دخلش مرمى الا هدف عكسي وحيد الواحده طبعا وكان جي من خلال النايف اكرد لو حضركم تفتكروا كمان يعني نجم يوسف النصيري بيسجل هدفه التالت ليعادل رقم سامي الجابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري وطبعا في قائمة الهدفين التاريخيين للعرب في المونديال المغرب هو اول فريق عربي بيحقق ثلاث انتصارات في نسخة واحدة من المونديال بلجيكا ثم كندا ثم البرتغال هو كمان اول فريق عربي وافريقي يخوت خمس مباريات متتالية في نسخة واحدة من المونديال دون هزيمة وده اللي طبعا خلى صحف العالم كله واكيد بصفة خاصة صحف البرتغال تقف عند المتخب المغربي وتكتب عنه يعني مجموعة كبيرة من الصحف البرتغالية كتبت ما معناه ان يعني عنوين كلها كانت صادمة الحقيقة الهزيمة من المغرب صحيفة ريكورد البرتغالية كتبت ان المنتخب البرتغال يسقط امام المغرب وداعا كأس العالم صحيفة تانية كتبت الحلم انتهى وطبعا عنوين كتير جدا جدا في الصحف البرتغالية والأوروبية بشكل عام كلها كانت صادمة الحقيقة وتدعو للحصر